بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا الإمام الصادق عليه السلام إذا كانت لديك حاجة سرية لديك أمر سرا لا تستطيع أن تتكلم به لأحد لا تستطيع أن تبوح به لأحد والحاجة ملحة ماذا عليك أن تفعل كما قال النبي صلى الله عليه وآله أن تقول بعد منتصف الليل في خلوة فيما بينك وبين الله لا يوجد أحد بقربك وأنت على وضوء تقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله ما أجد أحدا إلا وأنت رجاؤه ومن أرجى خلقك لك أنا يا الله وليس شيء من خلقك إلا وهو واثق ومن أوثق خلقك بك أنا يا الله وفي طلبته سائل ومن ألحفهم سؤالا لك أنا ومن أشدهم اعتمادا لك أنا لأني أمسيت شديدا ثقتي في طلبتي إليك وهي كذا وكذا وتطلب حاجتك وبقية الدعاء سأضعه لكم في صندوق الوصف وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى ثق بالله وتوكل على الله فكما جاء النص من قبل النبي صلى الله عليه وآله فإن الله يقضي لك حاجتك قبل أن تزول من مكانك إن شاء الله برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام